يا صباح الكير ياللي معانا ياللي معانا الكيرون غنة وصحانة والشنة يطلع وضفاها والزيارة تارحة في سماء يا الزمان يا الزمان يا الزمان يا صباح الخير يا الليل السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا ربي كده تكونوا بخير في احسن حال وحاشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه صباح الخير صباح الجمال صباح كل حاجة حلوة على عيونكم اه واخيرا بداية السنة الدراسية الجديدة كل عام دراسي كده وانتو بخير وكل سنة وانتو طيبين وربنا كده يجعلها سنة دراسية سعيدة علينا وعليكم تبقى كده يا رب بالنجاح كده وربنا يجبر كده قلوبنا كده بأولادنا ونفرح بيهم كده وبدرجاتهم كده ويفرحوا قلوبنا كلنا السنية دي اللهم امين عايزين نوصل الفيديو ده واطلق اكبر عدد من اللايكات الفيديو حلو جدا جدا واليوم حلو قوي معاكم ان شاء الله هنفتدي من اول ليلة المدرسة الحاد دم نوصل ملك ومكة للمدرسة فدوة كان اليوم اللي قبلها بصوا بقى ابتدينا اول حاجة ان احنا بنجهز بقى الشنط بتاعتنا ونجهز حاجتنا بحيث اللي هو تاني يوم من مدرسة احنا نسحى ونعمل اللانشو باكس ونعمل الرسين الصباحي بتاعنا ونتاكل على اللقاء فنبتزي نجهز من قبلها بيوم عملنا ايه طلعنا بقى الكراسات وطلعنا حاجات المدرسة كلها اللي احنا شارينها وطلعنا الشنط كمان وطلعت الحاجة قدامي كلها عشان خواتر اللي انا هجهز لهم الكشاكيل والكرسات بتاعتهم وكمان هجهز لهم المقلمة وهجهز لهم الشنط كل حاجة هجهزها لهم من بالليل اليوم ده بيبقى حلوة جدا وبتبقى البنات فرحانة فعلا فيه قوي قوي بصوا حاسة ان هو بيفكرني بيوم الوقفة واحنا كده صهرانين ومستعدين حرفيا اليوم دوت احنا نايمين اوه بس نايمين نوم قلق اللي هو دماغنا شغلة ودماغنا بتفكر ومن خمسة الفجر واحنا كلنا صحين واللي هو اساسا يعني نوم قلق مش هارفة ليه حتى برضو انا برضو وانا صغيرة كده كنت يوم اللي هو صباح في المدرسة ده كنتش بعرف انام فيه حرفيا فبصوا بقى ابتدت اللي انا جلد لهم الكراسات طلعت الملك على عدد المواد بتاعتها تمام وطبعا لو طلبت تاني مسلا اه لو مدرسة طلبة في المد كراسين او كشكولين او حاجة هزود لها انا بوديها الاساس اللي هي تروح به يعني اول يوم لحد ما يعرفوا لايه لو طلبين حاجة تاني او كده تمام فابتدت اللي انا جلد لملك وجلد لمكة طبعا ملك كله مسطر معادة وانجليزي مكة تسعة تسطر مربعات وكمان انجليزي تمام ابتدت بقى اللي انا جلد الحاجة كلها عايز اقول لكم ان مكة عندي هتبقى يوم كامل يعني من تمانية لحد واحدة انما ملك مش يوم كامل ملك نصف فترة اللي هي من عشرة لحد واحدة على الرغم ان البنتين في نفس المدرسة بس الكي جي مخلينهم فترة كاملة انما الكبار مخلينهم البنين الصبح من سبعة لعشرة والبنات من عشرة لوحدة فاصلين البنين عن البنات ودي حاجة بصراحة بتفرحني عشان الكسيفة يعني لما بيفصلوا كده وبيقسموا الدنيا بتبقى حلوة في الكسيفة هي بتبقى وحشة بس في ان هما مش بيلحقوا يعتبروا ياخدوا حاجة تلات ساعت ما بيلحقواش يكملوا حاجة في اليوم الدراسي بس حلوة عشان الكسيفة والتكدس وبيقوا قاعدين كتير في الفصل فكده بيعودوا براحتهم يعني بيقوا براحتهم يعني وكده انتم عارفين طبعا المدرس بتبقى الكسيفة بتاعتها عالية قوي تمام بصوا بقى انا جلدت الكراسات كلها وبعد ما جلدتها جلدت بتجلد البمبة البينك الامر دوت وجلدت كمان بتجلد الاحمر دة وبعد كده حطيت التيكت على الجلدات من برا وبعد ما حطيت التيكت من على الجلدات ابتدت ان انا بصوا الورق بتاعي التيكت دا مع استيكر صغير كده ابتدت ان انا حط دوت فأول صفحة من كل كشقول بحيس انهم بقي يجوا يكتبوا يشوفوا التيكت كده ملزوق يبقى شكله حلوة كده ومبهج كده آآ للمدرسة وعايزين ناخد بقى آآ بنى من الحاجات دي قوي معينة. ان هوا مسلا نيجي مسلا هيقعدوا يكتبوا الواجب نحط لهم ستيكر نختم لهم بالخطامة نسطر لهم الصفحة نزبط لهم الحاجات الحلوة ديت اللي تحفزهم. احنا عايزين نحفزهم ونفتح نفسهم كده آآ عايزينهم كده يبقوا حابين الدراسة عايزينهم يبقوا حابين مروح للمدرسة آآ نحاول على قد ما قد نقدر ان هما برضو يبقى معهم مصحاب شطور شطور يعني ومؤدبين كده وشباههم كده وحلوين آآ ان هو يعني ايه لما بيكون ليوم مصحاب كده بس عمي حاجة تختار لبنك الصحب اللي هو يبقى شبهه آآ في الادب وفي الاخلاق وفي كل حاجة بحيث اللي انت تبقى من ايه اللي هو يحفزه ان هما يبقوا مع بعض انت تفاهمين يبقوا مع بعض في اليوم الدراسة يسلوا بعض كده بصوا بقى انا عملت الكشاكيل شكلها امر قوي بجد شكلها امر قوي انا نستفتح لكم الصوت وسمعكم البنات جنبي بيقولوا ايه فرحانين جدا آآ عملت الكشاكيل وعملتها بالستيكر وعملتها بالتيكت وكتبت الاسيمي وكتبت المدرسة تمام لسه بقنا مش عارفة فصولهم ايه آآ يعني مثلا ملك هتبقى ربعة ايه مكة هتبقى كيجي كيجي يعني الفصل بتاعها يبقى ايه فانا ما كتبتش الفصل كتبت اسم المدرسة واسمهم بس تمام هتدي بقى لانا جهز المقلمة مكة هي طلعت لها المقلمة بتاعتها حطت اختارة باقي مكة اختارت البرية اللي على شكل بجعة اللي لونها بنك وختارت كمان الاستيكة الدوبة البنك اللي برضو وطلعت لها قلم رصاص من العلبة وطلعت لها كمان يبقى كده مكة اخدت القلم والرصاص والبرية والاستيكة واخدت كمان علبة الوين خشب طيب ملك خطت لها ايه ملك خطت لها كمان البرية برضو البطة برضو هي اللي اخترتها يعني انا جاب لهم كزا شكل هم اختاروا البطة بس هي اخترت الموف واللبني وخدت كمان استيكة على شكل دبدوبة وطلعت لها قلم رصاص وقلم جاف وعلبة الالوان الخشب والقلم اللي هو بيظهر الكلام دوت وكمان قلم الصبورة والجاف والرصاص تمام ده يعت بالنسبة ايه لحاجة ملك طبعا انا عايز اقول لكم لانسي سيحط لها مصطرة بس سيحطها لها تمام انا كده خلاص جهزت كشكيل وجهزت كمان المقلمة لكل بان نقطة الحاجات اللي باقي الحاجات دي كلها بتتعين ولما بيحتاجوا بانطلع على اللي هم يعني وكده تمام ازي شنطة مكة هيت الامر الجديدة حتتطلها الكرسات وحتطلع كمان المقلمة ودي شنطة ملك برضو الحلوة دي هتطلها برضو الكرسات هيت والمقلمة لسه بقى واريتلي كمان يا ماما حطيلي الاندكس الصغير او النوت الصغيرة برضو عشان اكتب الجدول بتاعي اول يوم كده ونعرف الجدول عشان خطل من نزبة الكتب ما تبقاش الشنطة تقيلة على كتفها فانتو قلتولي ان الدبابيز ديت اللي جاية مع الشنطة بتتحطى على الشنطة من برا فانا حطيت واحد كده على الشنطة من برا حاصلتي ان الدبوس بتاعه تخين شوية كده وبيخرم الشنطة خرم كبير فاستكفيت بواحد قلتلها لا يا ملك ده بصي خرم لك الشنطة زينا مش حط تاني هو كفاية واحد قلتلي خلاص ماشي بص بقى ان انا مبارح اللي هو يعني قبل المدرسة بيومين نزلت جبت الملك بلوزة انا كنت جايبا لها بانطلون ولو فاكرين اللي انا قلت لكم ان انا ما لقيتش بلوزات على قدها وقالتلي ان هي عجيب اه الاسبوع يعني الجاي او كده فانا نزلت جبت لها البلوزة الامر دي كنت بصراحة لوي على سويتشرت روحت لقيت كان اخر واحد ولونه بيج حسيت ملك مش نطقة فيه قوي او يعني ايه انك منها رفيعة فحس ان هو مش نطق عليها قوي عشان هي مدفوسة جوا كده جئست لها بقى البلوزة الكرهات الامر دي عايز اقول لكم اللي هم بارك زي الامر فيها فجبت لها البلوزة الكرهات ديت في اللون البني وجبت لها مقاس اكبر منها درجة عشان خطر في الشتة هتقل من تحته ولا حاجة يبقى الحاجة ايه على قدها فطلعت لها البلوزة الكرهات ديت وطلعت لها كمان البنطلون الجديد كله وص جديد بجد الله هم مبارك يعني بجد يعني البنات السنية دي اللي هم مبارك زي العسل في لبس المدرسة بصوا بقى ملك يعني بصوا البنطلون الواسع ومكة برضو البنطلون الواسع اللي هو بكسر ده بس مكة عليها التشيرتي بتاع المدرسة ومكة برضو عندها نفس ملك عندها نفس التشيرتي ده بس يمشي تلبس وياتلبس البلوزة الجديدة ديت الامر دي جهزت لهم اللبس بقى من بالليل كده وبنحب نبيته على السرير زي يوم وقفة العيد بالضبط فبيتنا بقى التشيرته والبلوزة كده وطلعنا كمان اللانشوبكسات من بالليل جهزناها كده بس طبعا مش نجهزة بالاكل يعني مطلعينا على التحذير على طول وطلعنا الازايز وجهزنا كمان التوك البيضة بتاعة المدرسة والبلد قالوا لي يا ماما انت نسيتوا تحطي حاجة لهم ايه قالوا لي نسيتوا تحطينا الاسكيتشات بتاعة الرسم فطلعت الاسكيتشات بتاعة الرسم واحد صغية اللي مكة حطت ولها وواحد كبير اللي ملك حطت ولها فكده خلاص الشرنة جاهزة من كل حاجة هنشوف بقى اول يوم مدرسة هيطلبوا ايه وبرضو ملك تجيب الجدول بتاعها ونحاول اللي احنا ايه نزبط لهم الطلبات انا عارفة ان اول يوم ده بيبقى مرهد جدا ما بين اللي احنا بخدناش كفيتنا من النوم وما بين بقى اللي احنا هنحضر لهم الطلبات اللي هم يطلبوا ان ينزل نجيبها فبيبقى حاجات كتيرة كده تمام اه ابتدت برضو اللي انا اكويلهم بقى الهدوم بتاعتهم بس البناطيل دي مش هكويها لان هي نظام قصر كده كتير كتير فلو كويتها هدبوز فلا هكويلهم التشيرت وملك هكويلها البلوزة بس حاجز اقول لكم انا فرحون وملك كمان فرحونة اوي بالبلوزة الجديدة دية يعني هي حتى بتقولي بتقولي يا امام البلوزة شكلها حل وقوي هي قاسة البلوزة وقاسة سويتشرت اول ما قاسة بلوزة قتلي الله يا ماما جميلة اوي فانا فرحت ان هي فرحت بالبلوزة الجديدة بتاعت المدرسة انا بقالي بصراحة اا كتير ما اشترت لهاش هدوم للمدرسة يعني كان عندها تأمين بتبدل فيهم بس هي دلوقتي في ربعة ما شاء الله تولد فالحاجة صغرت عليها فقلت لأيا كده محتاجة سنة دي هدوم فهشا كده نزلت جبتها لها يعني يعتبر بصوا قبل المدرسة بيبين في الوقت البدل ضوية يعني بس عايز اقول كم الناس برا بيجيبوا حاجات في المدرسة زحمة جدا يمكن زحمة اكتر لما كنت انا نزلت اجيب الحاجة اساسا خلاص كده احنا كوينا بقى الهدوم كده اا كل حاجة بقت جاهزة ده كده اول يوم مدرسة ده كده خلاص حينة من اليوم من النوم البنات هم ادخلوا على الحمام طبعا لازم تقول لهم صباح الخير وتقول لهم كده كلام حلو ومداحي فيهم كده وصباح عليهم كده خليهم يصحوا فرحانين كده ومبسوطين باول يوم مدرسة طبعا اول ما بيصحوا بيدخلوا كده على الحمام كنتم اديهم شور من بالليل من النوتين دوتهم شور قبل ما يناموا واخدوا الشور الدافي بقوا وايه وخلاص تمام النهاردة بقى تاني يوم اول يوم مدرسة صحيين عايز اقول لكم من بدر جدا يمكن من خمسة الفجر واحنا كلنا قلقانين من قبل ما المنام بهيرين اا فانا انا صحيت كده بصوا يعني عايز اقول لكم كده يعني قلبي والله طير بين الفرحة بيهم كده وربنا يبارك فيهم يحفظهم يا ربي ويحفظ اولادكم جميعا مكة بصوا فرحانة جدا ومهايبارة اوي من كتر الفرحة عمالاتهايبار اوي بصوا بقى السحيو كده اول حاجة بيخسلوا وشهم وبعد ما بيخسلوا وشهم بيخسلوا اسنانهم وكنت جايبا لهم صابونة الفحم الاسويت دي كانت اا اا كلها زيوت طبيعية كده فقلنا برضو ان هما يجربوها انا بصراحة اول مرة جربها بس هي مكتوبة علي ان هي كلها زيوت طبيعية ومفيدة اوي للبشرة فقلنا اللي احنا نجربها فهم كانوا مستقربين اول يوم لما قلتوهم يستخدموها ونجربها ونشوفها فا اا غرغوها كده تحت المياه وغي غسلوا بيهم واشروهم كده وبعد كده ايه هي كلها زيوت طبيعية وبتقول ان هي مفيدة اوي للبشرة يعني وكده البنوتة اللي احنا جبناها من انا وماما وبعد كده بعد بقى ما خلاص غسلوا اسنانهم وغسلوا واشرهم اتودوا وصلوا وبدأوا ان هما يلبسوا الاساديل والترح عشان خاطر يصلوا دايما عاوضوا اولادكم ان هما قبل ما ينزلوا الصبح يصلوا ركعتين الصبح لو ايه اا صلوا الفجر حضر تمام ما صلوش الفجر حضر ونايمين في الوقت بتاع الفجر يصلوا ركعتين بتوع الصبح كده قبل ما ينزلوا عشان خاطر كده بقى ايه يتعودوا كده يبقى يومهم منظم كده ما بين الصلاة والمذاكرة والمدرسة ويبقى يومهم بصوا فعلا يوم يومهم يبقى يوم مثالي دخلتهم بقى بيصلوا كده عايزوا لكم احنا كمان كنا نصليين الفجر اساسا حضر لان احنا صحيح من خمسة الفجر فصلينا الفجر وصلينا ركعتين بتاع الصبح كده فالله ملاك الحمد دعيت لكم والله كتير ودعيت لبناتي كده ربنا يكرمهم ويوفقهم دخلت بقى عشان خطر اسخن لهم اللبن يشربوا كوباية لبن قبل ما ينزلوا دايما مع وداهم وباية اللبن ديت حاجة اساسية ليهم ايه قبل ما ينزلوا صباق اللبن طيب نفسهم مش ميالة للبن وصحيين مسلا مقاريفين او كده طيب خذي كوباية زبادي هي قلبة زبادي هي كل بنتا تاكلها هي بتلبس كده ايه وهي واقفة المهم ان هي تحط حاجة في معدتها قبل ما تنزل تمام ممكن ينزلوا يتشغلوا ما ياكلوش حاجة يلعبوا ما يبقاش ليهم نفس قوي حاجة بقى نظمنا لنا ميديوم حاجة على الاقل ايه هما وكلينها او كده تمام آآ سخنت لهم بقى اللبن هيعودوا بقى يشربوا اللبن وبالما انا ايه ايه اجهز لهم بقى اللانشباكس بصوا بقى انا جايبة الجبنة دي معاكم الجبنة اللي هي الصفرة ديت وجبت كمان ايه يوما منزلت الملك جبت لها البلوزة جبت حاجات كمان الاكل بتاعة المدرسة بصوا بقى جبت ايه جبت جبنة نيستون وجبت كمان عصائل للبنات كمية كده وحطيتها في الفيل تلاجة اطلع يعني منها علبتين كل يوم وجبت كمان علبة نوتيلا وجبت كمان آآ مربة ليا الفراولة ولفة اللانشون اللي هي الفراخ تمام والازايز بتاعة المية انا ملياها من بالليل ومسقعيها في التلاجة وجبت لهم كمان الكيكات ديت الكيكة بقى الهوز والكيكة التوينكيز تمام وطلعت لهم من حلويات المولد برضو ايه ياخدوها معاهم تمام يبقى كده الوجبة متكملة اهم حاجة تحط لهم حاجة مسكرة في لان دي بتعليل باور عندهم قوي ويتخليهم كده ايه يفوقوا كده فروعي دايما ان تبقى في حاجة مسكرة في فان هعمل لهم ايه بقى هعمل لهم جبنة بيضة وهعمل لهم كمان لانشون وهعمل لهم ربا ونوتيلا وهحط لهم الجبنة النسون المسلس كده في هما بيحبوا ياكلو كده من غير ما يتحطي في سندويتش حبي يتسلوا في كده وهم عايزين يعني ايه ايه يعني ياخدوا المسلس وياكلو كده تمام احسن حاجة بقى يا سلامي لو انت هتجيبيه الكيكات ولا البسكوت ده وتعلبة كده جملة واتطلعي منه كل يوم يعني ايه باكو بسكوت او باكو او كيس كيكا كده هيبقى احسن لك برضو ايه واوفر لك تمام اه ازا ما قلت لكم انا الحاجة زين زلت جبتها قبل يعني يعتبر من يومين كده لما لما جبنا البلوزة جبت بقى خلصت كل اللي نقصني بقى للحاجة المديرس قطعت بقى اللانشون كده بحاول انا قطعه رفيع بس هو ما بتقطعش معايه رفيع خالص ده لانشون فراخ البنات هنا بتحبوا اكتر كمان من من اللانشون اللحمة وجبت لهم ان انا عملت الجبنة وعملت كمان اللانشون وعايز اقول لكم ما تنسوش اول ما اولادكم كده توصلهم على المدرسة تدعو الدعاء بتاع اه اللي هو قال لهم اني استودعك ابنائي في مكان اللي اطراه عيني دعاء طبيل كده بس تحيلوا قوي الجن اللي انت يعتبر بتستودع اولادك كده ان ربنا كده يحفظهم كده وبالما يرجعوا لك كده بقى الف سلامة يا رب ربنا يحميهم كده كلهم اقري الدعاء دوت قبل ما ينزلوا آآ وانت بتوصل يوم كده اقري الدعاء دوت عايزة بقى لكم هازينا ننظم بقى يومنا بقى خلاص بقى احنا صحيح من من قبل ستة الصبح فازاي بقى عندنا يوم طويل كده وفي بركة وفي يعني يعني ازاي مش هنستغل وازاي هنضيعه لأ احنا عايزين بقى نظبط يومنا سبكم من اول كم يوم في المدرسة دولت لان الكم يوم دولت بيبقوا مش متزبطين بيبقوا لسه برضو الدنيا العملية مش متزبطة كموعيد والدنيا ما تزبطتش في النوم وفي حاجات كتيرة لأ احنا هنبتدي اللي احنا نزبط ونستغل يومنا بصوا في كل دقيقة وكل صنط فيه بحيث اللي هو ايه يعني كل حلوة كل صنط دي بصوا بقى اللي هو بحيث اللي احنا نستفاد ونفيد اولادنا احنا لو نظمنا اليوم صح احنا اولادنا طولات هيستفادوا ومش هيبقوا تعبانين ولا احنا كمان هنبقى تعبانين اه حطيت وحطيت كمان معها فكهة بلح انا انا قلت لهم عايزين فكهة ولا خدور اولي لقى عايزين خدور فحطت لهم بلح حطت لهم مكعب الجبنة نستم معي وحطت لهم كيكة بقى اه توينكز والهوز وكمان اه كتاعتين من الحلويات المولد ودي عصير المنجة تمام وطلعت لهم كمان الازايزة هي كتسقعة في التلاجة طلعتها لهم هبتدي بقى اللي انا حطت لهم بقى الحاجة في الايه في الشنطة حطت لي مكة اللي انا شبكس بتاحها هوات في الشنطة وحطت لها كمان العصير والكيكات والحاجة بتاعتها هي تمام وبعد كده حطت لها بقى الايه ازازة المية انا يعني مرضيش بصراحة ان ايه تشيلها على اديها ولا الكلام دوت عشان ما تتلخمش فيها او تنسيها في اي مكان قلت لها اللي احطها لك في الشنطة وخلص وقفلتها كويس هنا برضو ملك هيتحطت لها اللي انا شبكس والحاجات الحلوة بتاعتها بس ملك لسه معادها الساعة عشرة هي ملك بقى هتعمل ايه ملكة تنزل معي نوصل اختها وان يعوال بقى ما ينادوا القاسيمي انتو عارفين اول يوم بينادوا القاسيمي وبنعرف الفصول بتاعة الاطفال كنت بصوا بصراحة خايفة جدا انهم ما ياخدوا مني مكة وما يعرفونيش فصلها ومكة كمان اسيسا على قدم هي فرحونا بس كانت خايفة شوية لان هي للصراحة مكان جديد اول مرة تروحو فانا كنت خايفة انهم بصراحة يعملوها معي وياخدوها مينيو ما معرفش فصلها او هي تخاف وكده يا برضو الطفل بيتطمن بامه يعني وكده فالحمد لله ما حصلش كده وان احنا روحنا وصلناهم انا وملك بقى نزلنا وصلنا اه مكة اه منادوش بقى على الاسامي اسامي الكيجي بقى منادوش على انه كنت رايحة بدري نص ساعة قبل ما عادل مدرسة عشان خطر لما بينادوا على الاسامي لأ هم منادوش بقى الاسامي عملوا ايه بقى جديد السنة دي سمحوا الاولياء الامور ان هما كلهم يخشوا المدرسة وكل حد يشوف اسم ابنه فين ويقعدوا يعني انا مسلا اوصح على القايمة اللي متعلقة قدام الفصل كده بالاسامي واشوف اسم ابني ولا بنطفين وايه وقاعدها فاهمين طب سا روح الحوار دو تفرحني جدا وبقيت متطمنة مكة بقى اول يوم مدرسة طلبت القطتين مش القطتين دي اتنين دي الحصان كده فعملتها لها بقى بس الاول باخد لها خصل كده بالزعرير الصغيرة بعد كده لميلها شحراء بالتوكل بيدا اللي هو مبارك شكلها زي العسل اول ما لبست طائم المدرسة جريت كده على بابوها بتفرجوا في وقت فرحونة قوي وبصوا بقت تتنطط كده من الفرحة انينية هي اعتمر اول مرة تروح مدرسة كان دايما بتروح الحضانات اللي برا لها بتروح بهدوم عادية يعني وكده هدوم خروط بتاعتها اول مرة بقت تلبس ينفورمي كده فشكلها اللي هو مبارك زي العسل كلبستها هو تصرحتها كده وحتى طلعت تاوك البيضة بصوا بقت زي العسل ناقص بس القصة كده وقت مبسوطة قوي بفرحونة بعد ما خلص بقى الحلويات بتاعت اللي هو مبارك ربنا يحفظها يا ربي ويحميها من كل شر لبست بقى الشنطة ولبست اليونيفورم وبصوا بقى الحلوة والشياكة بقت فرحونة وبقت تقول يا ماما صوريني ويلا يا ماما ننزل وهيت مستعجلة جدا واللاتة بيصبري استاني بتقول لي لأ انا عايزة بقى مصروف وعايزة تاخد مصروف واللاتة اما انا كيبارك كل حاجة تقول لي لأ انا عايزة اخد مصروف فرحتها بقى وديتها كمان مصروف وزبطتها اي رأيكم في شكل ميكي بقى تلعت معاها ووط الفصل كان الاستقبال بصراحة اكتر من رائع عايتها في الكورس الاولان يا هوت وشغلهم الكارتون ودوهم بقى البلالين وكان بصراحة الاستقبال مبهج جدا روحنا بقى البيت جهزنا بقى ملوكة ولبسناها بقى ليبس المدرسة ايه رأيكم بقى في لبس المدرسة الجديد الامر ده بس بقى يعني كله جديد في جديد بقى شكلها اللهم مبارك زي الامر آآ عملت لها بقى دفرتين كده بلتوك البيت ونزلت لها كده آآ قصتين كده كان شكلها عصولة خالص ودخلت لها كده تشيميس جوه البنتلون آآ وبس كده هنزل بقى معاها هي كمان عشان خاطر بقى نشوف بقى ونشوف برضو حوارة استلام الكتب والحاجات اللي انتوا عارفينها بتاعت اول يوم دي ربنا يجعلها سنة دراسية سعيدة علينا وعليكم ويكون بالنجاح والتوفيق كده متنسوش بقى تدعو لولادكم كده دعوة حلوة كده وهم نزلين كل يوم على الصبح ويا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد باي باي